إذا حبيت أضيف حاجة على موضوع الفصة لأنه أثير قبل كده أقول إن في عيد الفصة كان يأخذوا خروف صحيح بلا عيب لو كان في عيب ما كانش ينفع يدبها يتأكدوا تماما إنه بدون عيب فكان يقدم ويرش الدم على قائمتين والعتمة العلي عايز أقول إيه عايز أقول إن بيلاتوس حاول يشتغل دبلوماسي وقال حقول عليه إنه مزنب يستحق الصلب وطلعه براءة عشان الضمير بتاعي قالوا لا ما ينفعش إحنا لا ما يكفيناش غير إنه يتصل فحكم عليه بالبراءة أو بالبر قال إنه بريء من دمي هذا البار ثم صلبوا ده بالضبط الفصة لو كان في عيب ما كانش ينفع يكون فصة لكن لما بيلاتوس شهد وهيرودس شهد حتى الخاين يهوزا شهد ومرات بيلاتوس قالت إياك وذلك البار وقائد المئة الكل شهدوا أنه بار ومع ذلك صلب طب والبار يتصلب ليه لأنه هو ده عيد الفصة عيد الفصة لو في عيب الخروف ما يتقدمش لأنه ما فيوش عيب يتقدم علشان يفدي البكر المسيح بقى مش فدى واحد لكن فدى ملايين لأنه هو البار الذي لم يفعل خطي المسيح فصحنا صحيح يقول الكتاب القدس ويحنى المعمدان قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم ولما بتفوت في التقاليد اليهودية وفي التعليم يعني لما كانوا بيجهزوا الفصح قبل الدبح عملية شاقة جدا من غسيل ومن فحصات والأخير للحفظ حتى يتأكدوا مية في المية مليون في المية أنه ولا شائب ولا عيب ولا أعور ولا أعرج ولا مجروح ولا أي شيء فطبعا يعني نحن متكلم في عدات وخلفيات الشعب المعاصر ليسوع المسيح كان بيدرك أهمية هذا الموضوع العجيب يا سيس انزار أنه جالهم اللي مفوش ولا عيبة ولا حد منهم عرف يطلع في عنوان علته اللي اتحطت على الصليب هو ايه هذا هو يسوع الناصر الملك اليهود طيب فين العلة أين العلة العلة فيكم أنتم الذين رفضتم ملككم اللي جاي لكم من الله مفوش علة وصلبوه اشتركوا في القناة